اشتركوا في القناة لحسب أحد الأخت ديالنا هنا ياصفتنا واحد الياب لأننا كنا واحد دعواء باحثة الدكتورة الأخت رشيدة جبارة هي اللي استدعتنا أنا والأخت ديالي والصديق ديالي سي سعيد أقرزون جينا باش نحضروا لهذه الندوة علمية ديال الجامعة ابنة وفايل لأنها جامعة لها إشعاع عالمي ومكلاسيا بارمي للجامعة الكبار للدول فالشي ديال علم الاجتماع والاقتصاد والثقافة والمواطنة وجينا باش نحضروا باش نحن نعطوها النشرة الهيئة ديالنا المغرب حكم الداتي ديال الأقانيم الجنوبية ما هي الهدفة الهيئة التي تم إحلال دياله في مارسكين مغربتين؟ الهيئة دياله هي هيئة وطنية هي وطنية ودولية تتحطيل مواطنة ديال الجنوب ولا ديال الداخل ولا دا كتنشر التقافة وكتنشر الوطنية ديال البلاد بفضل صاحب الجلالة هاد الهيئة الدعم الحكم الداتي تأسد في المبادرة أمريكية ألفين وسبعة نشرها صاحب الجلالة وإحنا كندعمها وكانتقوها وعندنا أستيدا عدنا جامعيين عدنا مهندسين في جميع العالم هذا هو الهدفة تدافعوا على الوحدة التورب الوطنية وعلى قضية الصحراء المغربية؟ نعم على الوحدة الصحراء المغربية وكذلك على إخوان ديالنا المحتزين بالمخيامة تندوف لكي ندعمهم ودعمتها الوحدة التوربية وتنشأ وتصل البلاد إلى المستوى العالي التي تضاهي والحمد لله البلاد رغادة من زيان والأقل المجالوية هي مستقرة وغادة في التنمية وغادة في الإشعاع بواسطة الأساتي الجامعيين والمهندسين ديال البلاد والحمد لله إحنا كمحارب القدماء دافعنا على البلاد إحنا الحمد لله وباقي ندافعوا على الوطن ديالنا بالكثير بالكثير ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة